وإذا كان الأهلي بيلعب مع الترجي الرياضة التونسي مساء السبت فبكرة الجمعة إن شاء الله تعالى مواجهة عربية أخرى أهلوية مغربية رجال البسكت رجال كرة السلف الأهلي مع الفتح الرباط المغربي ساعة 9 مساء الجمعة إن شاء الله تعالى في رواندا بداية البطولة الأفريقية البال الأهلي بيتصدر هذه المجموعة اللي هي مجموعة النيل بعد خمس مباراة فاز فيهم من أصل ستة في الجولة الأولى أو الراوند الأولاني للتلعب في القاهرة في حال بإذن الله فوز الأهلي على الفتح الرباطي هيواجه الخاسر من مباراة أهلي بنغازي الليبي وكيبتون وفي حالة الخسارة هيواجه الفائز منهما يعني الفائز هيلعب المهزوم والمهزوم هيلعب الفائز نهايات الدور الأفريقي لكرة السلة البال هاته قام من الفترة من بكرة 24 مايو وحتى 1 ستة طيب القايمة اللي سافر بيها الأهلي لتونس لرواندا عفوا فيها سيف سمير وعيسى اليونز وكريم حاتم ويهاب أمين وتوني ميتشل وعمر الجندي ومحمد أبو النصر والبرنس عالي ومصطفى كيجو وعمر عزب وباترك جاردن وعمر طارق وسيف قدار هنداوي دي القايمة اللي سافر بيها أوجست بوش لرواندا عندنا أستاذ إبراهيم بعض الملاحظات الأهلي يسافر وحمل اللقم ولكن المرة دي يعني المنافسات هتبقى قوية جدا جدا لأن كل الفرق مدعم نفسها بشكل قوي قوي فالمنافسة هتكون مختلفة جدا في حين أن احنا عندنا غيابات مؤثرة أهمها طبعا إصابة عمر زهران بالصليبي لكن نتمنى وعندك ممنطر خير كمان إصابة أه ما أنا بقولك عمر زهران أنا بيمثلي دفاعا وهجوما قيمة كبيرة جدا لأنه أسرع لعيب مصر واحد من أقواهم بدنيا وأكسرهم حركة فهو بيفيدا كان دفاعا وهجوما في الكنتر أتاك وفي الدفاع الصلب جدا وفي الستيل أوات عقرات ما أنا من كتر الفرجة أستاذ إبراهيم دلوات على الحاجات دي بقت خبير بقت واخد بالي من كلام ما كنتش بفهمه في الأول أي فعمر زهران وطبعا من مؤسرين لكن نتمنى للزملاء اللي موجودين كل الخير طبعا بيغيب كمان لأزواب فنية أحمد مهيب ومروان سرحان ما هو الأتنين مؤسرين جدا لكن ربما يكون هو عنده في أماكنهم بعض المحترفين هو بيفكر الأكثر احتياجا في كل مركز فطبعا عملية عدم صفر أي حد أو مشاركة أي حد لا تنتقس من قيمته الفنية طبعا طبعا مهيب ده كان بينزل يخلصتك الدنيا بسلسيات بتاعته أي كل مباريات وكل بطولة لها ظروفها لكن البطولة الجاية دي مش عايزة لحظة سرحان واحدة طيب لا لحظة سرحان ولا مروان سرحان هنشوف الفرق المشاركة في البطولة الأهلي ومعاه دوانس السنغالي ومعاه الأهلي الليبي أهلي بنغازي والفتح الرباط المغربي وريفرز هوبرز النيجيري وبيترو ديلواندا الأنجولي كيبتاون تايجرز الجنوب الأفريقي والمونستير الرياضي التونسي تمن فرق مرعبة أي فرق منه بتقدر تكسب البطولة نتمنها للأهلي إن شاء الله تعال